المورة للنادي الآلي في كل مكان لحظات بتفصيل عن مباراة النادي الآلي وحريا كونكري الغيني الساعة الرابعة عصر أن هنا بتوقيت غينيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الاستعدادات كانت أكثر من رائعة حالة التركيز مستمرة من تدريبات في القاهرة واستكملت كمان هنا في التدريبات على ملعب 28 سبتمبر لتقابل المباراة إن شاء الله بإذن الله نتمنى كل توفيق للنادي الآلي اليوم عايز أقول ونلفت النظر طبعا أن الجو النهاردة جو رائع ومميز الشمس يمكن طلع من البداية على مدار اليومين اللي فاتوا من أول يوم لنا في الوصول هنا كانت أمطار غزيرة التقلب كان كبير جدا في الطقس وكمان التدريب الأساسي اللي أنهى عليه لنادي الآلي استعداداته لهديئة المباراة كان الملعب مليء بالماء وكانت الأمطار تعتبر سيول كانت قوي جدا جدا لم تتوقف واستمرت أكثر من 35 ديئة أثرت على التمرين بشكل كبير لكن النهاردة الحمد لله جو مميز في شمس طلع إن شاء الله نلاقي الملعب في ساعات المباراة بإذن لكم مهيئة إن شاء الله لمباراة النادي الأهلي كوليس طبعا كالعادة هنا في فندق الإقامة أكيد كالعادة نارضة يوم الجمعة في الصلاة بالجمع طبعا الفريق والجهاز الفني ورئيس البعثة يمكن خصوصت هنا أحد الأماكن في فندق الإقامة يتواجد فيها كعادة لعيبة النادي الآلي من بعدها مباشرة الغداء الساعة واحدة ونصها تكون محاضرة نهائية وأخيرة هنا في فندق الإقامة هيكلم أكيد فيها مستر باترس وكابتن محمد يوسف عن آخر الأمور الخاصة به مباراة الأهلي وحوريا كونكري الغيني إن شاء الله فيها الساعة الثانية زهرا سيتنطلق بعثة النادي الآلي ولعيبة النادي الآلي إلى ملعب 28 سبتمبر إن شاء الله خوض هذه المباراة لنمتمنى أن نتيجة أجابية وهي الفوز بإذن الله وكالعادة مستمرين معكم مشاهدينا ومتابعينا لنقل بشكل حصري على شاشة قناة النادي الآلي أجواء وكواليس سباسة وفريق النادي الآلي هنا في غينية